بكرة بعد كده ولك احنا بخلاص بنسددنا الرواتب ونسددنا كل حاجة وتطلع تصريح كويس او بعين يطلع حكام عكي ولك احنا ما خدناش حاجة من دي مصبوط الكلام ده خلاص انتهى الوقت لا دلوقتي مش موجود انا انا واحد بالحكام كنا بنوع بيبقى لنا فلوس مش من السنة اللي فاتت من 3 او 4 سنين انت شايف ممكن امتى نبقى زي الحكام الاوروبيين مش اولك بقى لان افريقيا شيل ايدك من عليها امتى نبقى زي الحكام اللي نشوف حكم مصر بشخصيته بقوته في الملعب امتى نشوفها دي عكبتين جمال هرد عليك بجملة بسيطة جدا وسهلة جدا فضل لما المناخ اللي الحكام الاوروبيين المصريين بيحكموا فيه بقى زي المناخ اللي حكام الاوروبيين بيحكموا فيه ماش عايزين نقول مناخ مرحان طب انت المناخ ده احنا بلو احنا كويسي من اللي عمل الجو ده كابتو مصف من اللي خلى الحكم الاوروبي يبقى عنده ثقة في نفسه ما عنده هناك سوشيال ميديا وعنده الحاجات دي كلهاك ولا حد يقدر يهوب ناحيته ولا يجي ناحيته انت بتكلم على ايه تكلم على تقريط والضرب اللي بيحصل في الحكام واحنا مش عايشين معهم عشان نعرف كبتين لا انا عاشت معهم كده انت احترفت في اليابان انا شفت كلام ده مفيش حد يقدر يقرب ناحية حكم في اي مجتمع خالف كل واحد في حال يا كابت المصطفى كل وقت الحكم الاوروبي بياخد حقه الحكم الاوروبي يا كابت المصطفى لانما بيطلع يحكب مباراة في الشامبيون ليج الاوروبي بياخد 7500 يورو بتخشه لحسابه 7500 يورو ما بيستناش ان ياخدهم بتخش حسابه على طول طبعا بتخش حسابه ما يتعين في الماتشو الوقت يخش حسابه الحكم الاوروبي بيموجود انت بتشوف الدولة الانجليزية كلها المتارك عليه انت تشوف الحكم بيتعامل مع لاعبين دول كل واحد فيهم ثمن ومتين مليون من ينقل شانه يروح حد يجرؤ هل الكلام ده ما ينفعش يتنفي هل عشرة في المية إتحد الكورة هو اليامتن إتحد الكورة لازم يحمل حكم يأمل كده إتحد الكورة فم انت شايف ان الاندية اقوى من اتحد الكورة او اللعيب اقوى من الحكم في الملعب اه هل أنتكلم بصراحة انا وانا حكم في الملعب ما كانش في حاجة أقام هل اللعيب أقوى من الحكم في الملعب والنادي أقوى من الاتحاد نحن بيكلم بالصراحة نحن نجم نصلح من نفسنا لكن كل اللي أقدر أقوله أن هناك بعض المواقف بيحصل فيها وهو الحكم بيبقى السبب أن الحكم بيتهاون في حق نفسه وبيظهر بشكل مش كوي